على الدين من السودان الخرطوم سمعنا عنه الدعاء بعض الصلاة مستجاب وبعض الإفطار مستجاب وفي الحج مستجاب سؤالنا للشيخ أمير أهل السنة ما هي حقيقة استجابة الدعاء هناك أوقات عديدة يستجاب فيها الدعاء منها بعد الصلاة المكتوبة والأذان وعند الإفطار والسحور وغير ذلك من الأوقات كذلك هناك ساعة في كل ليلة يقبل فيها الدعاء وهذا لا يعني أن ما طلبناه من الله ظاهريا سيقبله الله سبحانه وتعالى تماما فالإجابة والقبول يكون بشكل عام وإذا لم نرى أثرا ظاهرا للاستجابة فلا يعني أنه لم تتم استجابة الدعاء لا فلا يراد ذلك به أبدا وإنما المراد إما أن يستجيب له الله ما طلب منه على الظاهر مثلا ولده مريض أو أمه مريضة فدع الله تعالى لشفائها فشفيت منه فهذه إحدى صور الإجابة في ظاهر الأمر على هذا يفرح المرء بأن دعائي قد استجيب وإما أن يستجاب دعاؤه بصورة دفع المصيبة القادمة إليه في المستقبل على سبيل المثال اليوم كان سقف البيت على وشك الانهيار وفي نفس الوقت كان أبو صاحب البيت مريضا فقام الرجل ودعا لأبيه أن يشفيه الله تعالى بفضله وذهب إلى العمل فلما عاد إلى البيت رأى أباه ما زال مريضا فحزن على ذلك ولكن في الحقيقة إن الدعاء الذي دعا به كان سببا له بنفع عظيم بحيث لو أنه لم يدعو الله تعالى بالشفاء لأبيه لنهار سقف البيت لكن ببركة دعائه لم يهوي سقف البيت فمثل هذه الفوائد قد تحصل بالدعاء وهذه صورة أيضا من صور الإجابة ومنها أن يدخر له دعوته في الآخرة فإذا نظر المرء يوم القيامة أجر بعض أدعيته التي لم تقبل في الدنيا يقول يا ليت كل أدعيتي لم تقبل في الدنيا وتم ادخارها لي للآخرة لأحصل على أجرها هنا إخواني لقد رأيتم كم هو الأجر العظيم للأدعية لذلك ينبغي للمرء ألا يغفل عنها أبدا وإذا كان هناك استعجال أو تكاسل أو نحو ذلك فينبغي أن يدعو بهذا الدعاء المختصر على الأقل وهو دعاء جامع متكامل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا الدعاء جامع فينبغي على الأقل أن يدعو بهذا الدعاء وقد ورد عن بعض الصالحين أنهم كانوا لا يدعون إلا بهذا الدعاء فقط فهو دعاء قوي جدا بحمد الله تعالى وينبغي للمسلم أن يحفظه وكلما أتيحت له الفرصة دعا به والله ورسوله أعلى معز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر